اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندنا آلاف من توقيع الأهالي يطالبون أن يملكون حق الاختيار اختيار عيالنا اليابونهم يروحون المدرسة يروحون واليابونهم يقعدون في البيت ويتعلمون في البيت يقعدون بعدين سوينا عريضة وانتشت وكل وقعها بعدين ما صار شيء فتلاقينا مع وزراء دولة الكويت نواب دولة الكويت كبار رجال الكويت ما صار شيء فبعدين حاولنا مرة ثانية بوسائل التواصل الاجتماعي والحين احنا الحين معاكم محطتكم استضافتنا عشان تسمع لنا وعندنا معرض يوم الخميس والجمعة عن التعليم أولا هذا المعرض راح يبين حق الأهالي بالذات الأهالي اللي مترددين يودون عيالهم ولا بنسوي صف في زمن كورونا شلون راح يكون الصف مع الطلبة والتباعد إلى آخر نحن راح نوصل أكيد حق النقطة هذه لكن حتى نستبق الحوار والكلام في هذا الموضوع نحن متأكدين أن موضوع التعليم مهم عند الكل وأكيد يمكن في البداية في الكثير من المبادرات والكل تحاطب عين الاعتبار موضوع التعليم وش كثير أهو مهم اليوم حذر متكلم عن المبادرات الأخرى بشاير أيضا هل كان تفكيركم في هذه المبادرة بس أنتم فكرتوا أنكم تشاركم فيها ولا كان فيه جهات أخرى يعني أنت كونت بشاير أكيد صاحبة حظانة نعم أنت تتواصل مع الأطفال بشكل مباشر أكيد طمام وجود هذه المبادرة حسيت أن فعلا ممكن هي تخدمكم مو بس من ناحية الشغل حتى حق الأطفال مصاحة الأطفال دائما دائما المبادرات يكون وراها مجاميع كبيرة متأثرة منها وإنها التي تدفعها في أنها تكبر وتنتشر الآن منه بالكويت لا يوجد طفل في البيت متأثرة من التعليم الذي حصل حاليا فإحنا المبادرة يعني يعني وراها كثير من الأهالي المراضين على الوضع الحالي واللي ما سمع عن المبادرة والحين يسمع من خلال قناتكم أمية بالأمية يبي ينظم للمبادرة وبالمبادرة معنا دكاترا دكاترا كويتين للجهاز التنفسي دكاترا أطباء نفسيين مدربين رياضة أخصائيين تغذية دكتورة بالأدوكيشن يعني إحنا مجموعة وائد رجال ونساء نعم نزيل خديجة نحن نحب نكون متفاعلين في كويت اليوم دائما نحب نشوف الكوب المبتلئ لأن حتى لو تأخرت شوية موضوع ردة للأطفال للمدارس أو الطلبة بشكل عام لأنهم الكبار هذه التجربة في سلبيات لأن كل تجربة لها سلبياتها وإيجابياتها نتكلموا شي عن الإيجابيات بعد نتكلم عن سلبيات أعطوني وقتها أتكلم عن السلبيات بشايرة إذا ترضى أنا أتكلم الإيجابيات نزيل على كل اللي قلناه صح في إيجابية وحدة الصراحة لقيتها تذكرون بالكويت لما في موجة أغبار أو المدارس غرقت فكانوا يسكرون المدارس فيضيع على عيالنا سبوع ثلاثة أيام أربعة أيام من التعليم فالحين إذا صار هالشي والحياة رد الطبيعي وصار مثلا موجة أغبار ويسكرون المدارس إحنا راح نرضى لأن المدرسة عندها بديل ثاني اللي هو التعليم الإلكتروني عرفت الأونلاي السلبي تابعين سلبيات يمكن بشايرة تبقل إيجابية عشان نزيد على إيجابيات دور طبعا أنا قلت لكل شيء وجهان وجه إيجابي ووجه سلبي إحنا اللي لقينا أنا صاحبة حضانة أنا باحثة في مجال الطفل أولا أنا اليوم ألبس أكثر من قبعة أنا أم عندي عيال في البيت كأشوف وضعهم في التعليم أنا صاحبة حضانة أنا أم عاملة يعني أنا أم أطلع الصبح وعيالي قاعحاتيهم في البيت الوجه الإيجابي أن الطفل مثلا الحركي لما كان يقعد بالفصول كان ما يتحمل كلاس يعني الحين الكاميرات مطفية يعني بنتكلم عن سلبيتها بس من إيجابيتها شفنا في بيديواتي يحوس الياه إنه يحوس بس هو قاعد يسمع فممكن تكون هذه من الإيجابيات نعم لكن إحنا مثلا كأصحاب حضانة أنا من الناس اللي أحب التفاؤل وترى من أول يوم تفاعل مباشر تقصدين التفاؤل التفاؤل تفاؤل ومن أول يوم تسكروا الحضانات إحنا ما وقف نترى لليوم أنا أول سنة ما أخذ إجازة لأنه همي على الأطفال نعم الأطفال اللي قاعدين في بيوتهم وفي مرحلة كبيرة قاعد طوفهم اللي هي مرحلة التنمية والتعليم فحاولنا بشتة طرق إنه إحنا نقدم بدائل للأهالي في البيت لكن مو الكل خلق ليعلم عشان تدي في مدارس وفي مدرسين لما يصير التعليم في البيت منه على المسؤولية صح المدرسين رايحين لمدارس ويدرسون ويشرحون وما يقصرون رايتهم بيضة لكن الضغط على الأم أو الأب أي أن كان الشخص اللي ما أخذ هذا اللي قاعد يقسمون الوقت بينهم وهم الأثنين وأحيانا العاملة لأن أنا كأم عاملة منه عندي في البيت وأحيانا اليد المسكينة فالوضع يعني فيه ضغط كبير على إيجابياته لكن يعني يبيه لتحرك بإيجابيات أكثر إن شاء الله يمكن فترة اللي طافت أول ما بلش التعليم وفعلا الأمهات خاضوا هذه التجربة طلعت نكتة أنه كانوا كل يقولون تقولون الأم مدرسة لما صارتها المدرسة لما صارتها المدرسة صح 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 فعلا يعني هو هذا التعليم عن بعد يمكن حط هذا المسؤولية الكبيرة على الأهل في أنهما يسمعون الدرس ويكونون موجودين كأنهم قاعدين في الصف نفسه وفي بعضهم يحلون هذا في بعضهم طلبة صارة لا هو الضبط صار على الأهل وبالذات على الأم إن زين الأم عاملة بعد الأم تشتغل فشلون بعدين إذا في أكثر من طفل عفوا خديجة إذا كان في أكثر من طفل في البيت يعني أنت وين أنا عندي أكثر أنا ما شاء الله أربعة اليوم اليوم ثلاثتهم عندهم امتحانات بعدين قطة ولعب كلها على الأم واختربت أنا علاقتي مع أعيال اللي اختربت من كانت صداقة وربع تعصب عليهم انتبهي سمعي حلي ليش ما حليتي بعدين توقعاتي منهم زادت مع أن التعليم مو المستوى اللي هم يقدرون عليه التعليم عن بعد ما يناسب الكل يعني بنتي عندي بنت عمرها عشر سنوات هذا التعليم ما يناسبها من بنت شاطرة إلى بنت تدهور كامل كل يوم عندي إيميل إنه ما سوت ما حلت ما أشي ددن سبمت نزين بعدين التعليم عن بعد هل أحد طرع على باله شنو الخطورة هل يمكن الطالب ما قاعد يسمع الشرح قاعد يلعب جيمز مو في تحرش بالأطفال أونلاين هل أحد انتبه على هالشي في بيوت مثلا الأهل مدخنين الطفل كان ياخذ بريك من التدخين لما يروح المدرسة في بيوت في خلاف بين الأبو والأم هل أحد فكر فيهم هذا الطفل كان يروح سبع ساعات المدرسة يستانس ويلعب بعدين ليش الموسيقى انلغت والتربية البدنية انلغت والفن انلغم منه قال ان التعليم لازم عربي دينه وحسابه فقط بعدين يعني مثلا الحين الكورونا الفيروس هذا خطر على السمنة خطر على أمراض الربو لما الطفل يقعد صار طبعا إدمان شاشة ومنه قال ان التعرض للشاشة ثمان ساعات أوكي منه قال ساعتين أوكي منه قال انه خمس ساعات أوكي بعدين شنو صار بالطلبة صاروا كسالة كلها مدمنين يقعدون على الشاشات حتى لو خلصوا بعدين تعودوا يأكلون على الكمبيوتر أثناء الدراسة بعدين هالشي لما انت تأكلين سبكونشوس بلا وعي الأكل بلا وعي يخلي الإنسان يأكل بزيادة وياكل الأكل الضار المالح الدهن فزاد وزنهم فالوزن لما يزيد عندك زيادة بإحتمال نسبة زيادة السكر والربو الزين الفيروس كورونا عدو الربو وعدو المرض السكر يريد أن يدون مشاكل الجهاز التنفسي ويعانون من مشاكل السمنة خديجي لو أرد عليك ما يخالف وراء الشاشة يكون عندي أسئلة ماهما كانوا يقعدون بالأربع خمس ساعات ويلعبون يعني يتعالي الأربع ساعات ما للتعليم ولا لا المشكلة يزاد لازم نشوف من يقول لا ليش أنتم قاعد تحطون بس هذه العملية ممكن قاعد تسبب هذه المشكلة نملك حق الاختيار أنا أم أنا راح أختار عيالي يروحون المدرسة أنا أرف ناس يختارون عيالهم وتتحمل مسؤولية عيالهم يقعدون بالبيت نملك حق الاختيار أنا عندي نادي رياضي عطوني شروط الصحية قريتها طبقتها تك 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 عطوا المدارس نفس هالمرونة اللي عطيتها الصالونات المطاعم النواد الصحية وإلى آخره نعم كل المراحل ممكن أن نحن نسوي عملية الاختيار بين أن تروحون وما تروحون في ناس يقولون لا مثلا عطوا الجامعة عطوا اللي بالثنوي هل ممكن نشوف أن في ناس يقللون من أهمية لا تسعين أنا بس نفس الناس اللي بيروحون الحضانة والجامعة هم نفس الناس اللي قاعد يروحون يعني أنشطة أخرى الحديقة العامة التجمع الأسر يعرفتين أنا رأيك صاحبة حضانة الحين يعني إحنا قاعد نشوف أولياء الأمور مقياس للشعب طح في منهم يقولك طبعا السؤال المتكرر مت رح تفتحون طبعا أنا لحين أروح الوزارات لمراجعات حكومية أول ما يشوفون معاملتي حضانة ترفع رأس تقولي متى رح تفتحون لأن أي أم على طولها عيالها في البيت قاعد يقولي بنتي طور اليوم ماسكة تريفون وقاعدة تحت الطاولة طالع كارتونات البحايا هذا الموضوع كثير منهم أطفال الحضانات صحيح لأننا نشوف أنا عندي طفل بالثنوي طفل بالمتوسط طفل بالابتدائي ما أعطيتك كل جل اهتمامي لأن تعليمه ألزامي فأنا ما يصير أني طوفة صحيح فمنه اللي قاعد يهمش وينسى وحرام يعني معنا هو الخمسة سنين الأولى روان أهم مرحلة لتكوين دماغ الطفل ثمانين بالمئة تخيلي خمسة سنين الأولى ثمانين بالمئة من هذا العقل اللي أنت تريد تكمله بالسنين العقب بهالمرحلة يتكون صحيح فأنا ما يصير أقول هذه تهمش بلعت هذه من أهم المراحل اللي أنا عشان أقدر اللي بالجامعة حق الاختيار ويقدر يتابع في البيت وانلاين ممكن وينظم وقته وهو يختار صح أسهل عليه وإحنا قاعد نشوفها مع أطفال الحضانات أهاليهم من يسألون متى رح تفتحون وإحنا من الناس اللي قاعد نقدم برامج اونلاين بديلة وقاعد يعني ما تتخيلينش كثر قاعد نحط من وقتنا عشان طلع شي قابل للتطبيق بس يسمعون كلمة اونلاين ما يبون ما بيسمعون ما بيكمل لأنه ما قدر أتخيل طفلي عمره ثلاثة مجعب الكميوتر أنا قاعد يعني أحارب هالفكرة أنت تي تقولي دخل لهالفكرة بهدف التعليم فإحنا الحين صرنا في موقف إنه إحنا لازم نبتكر ونتعلم كمبادرين كأصحاب حضانات ناهيج عن إنه إحنا مشاريعنا يعني 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 أعوض عليها يعني ولي في جهات مثلا كعتي تقول شنو المشاكل يتواجهونها بالفعل إحنا همنا الأطفال ولما أنت هي السلطات مثلا الصحية والجهات المسؤولة يقول لك لا تفكر بالجانب الاقتصادي أنت الحين صاحب حضانة هتفكر الكل قاعد يتألم من الموضوع تحمل أنا يقول لك نحن خل الجانب الاقتصادي صح أنا مبادر والتجارة ربح وخسارة ما عندي مشكلة طيب الأطفال هذين اللي بالبيت صحيح ما يصير فيهم أنا كصاحب حضانة عندي مسؤولية أنا أفكر بكل طفل عمره أقل من خمسة سنين شكي يصير فيه في البيت صحيح بالذات لما الدولة ما قاعد تساعدنا فحين أنت دورك أنت تساعدين لتخليل دورك أنا ودي لو الدولة تساعد قاعد نروح حق الجهات قاعد نروح حق السلطات قاعد نقول لهم يعني سونر أور ليتر غريب راح نرد نفتح خلنا نقعد مع بعض نحط خطة آلية على الأقل بصيص أمل أنه لي ردينا فتحنا نكون جاهزين مو لما نفتح تبلتون تحطون خطة بعدين بس بضيف عليها غير الأطفال هم بحاجة إلى المدارس عندك المراهقين المراهقين هذي فترة شنو تجمع وشلوا هذا فأنتو شلتم منهم هالشي والمدرسة مو بس تعليم كتاب وورقة وقلم المدرسة تجمع نسوي جروب نحن 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 المدرسة تكون مكان ينمي جانب اللي هما بفقدوا يعني يمكن نحن جيلنا قبل الله يطلع الانترنت وقبل الله يصير الفيديو جايمينج كنا قاعد نقضي دائما بالتفاعل المباشر فهذه الفترة بالمدرسة اللي هما يوقفون لا يلعب جايمينج ولا وراء الشاشة فيتفاعل وينمي هذه المهارات لازم نتكلم عن مبادرتكم اللي رح تصير يوم الخميس عشان الناس بس تعرف إن شاء الله بمجمع الصالحية مدينة الكويت رح يكون في أوقات معينة أن نسوي سامبل أوف سكولز بنيه بطلبة يقعدون مع مدرسة تشرح هذا حق وايد مناسب حق الناس اللي مترددين خايفين يودون عيالهم ولا لا ومناسب حق الجهات الحكومية في الكويت عشان يشوفون على واقع شلون الصف المدرسة رح يكون في زمن كورونا بعدين رح يكون في أولياء أمور متواجدين تربويين أطباء نفسيين هذي أنتو وجهتوهم دعوة أن يكون داعينهم ومن ضمن هذه المبادرة إحنا جروب المبادرة بدت أنا ورفيشتي والحين توسعت وصارت يعني وايد معنا أصحاب وأصحاب الحضانات نعم يعني هل ممكن خلال هذه المبادرة الرسالة اللي تبت وضحونها للناس اللي متردد يحس أنه أنا ما أقدر أودي عيالي المدرسة عشان أنا ما أدري شكل المدرسة سيكون داخل وهم نفس الوقت الطمنون اللي عنده الرغبة أنه فعلا يودي عياله وبعد الجهات وبعدين نبي نعطيكم فرصة مثلا اللي عنده استفسار شنو الخطوات اللي احنا أخذناها مثلا في ناس ما يدرون أن مادة 40 من دستور الكويت التعليم حق الكويتين تكلفة الدولة والتعليم الزامي مجانا ففي ناس ما عرفون أن التعليم حق لهم كثير يناس ما يدرون أن وزارة الصحة مثلا ما عطتنا أي إرشادات صحية في أهالي اللي احنا نقول شنو انتو بتقطون عيال نقط شذي لا وهم فرصة نشرح لهم التعليم المدمج هايبريد سكولز يعني التعليم التعليم في زمن كورونا خنقول كل صف قبل زمن كورونا كان في 30 طالب 45 ايه 45 هذا هذا ما ينفع فالحين حاليا في زمن كورونا وعلامة تطعيم وينتشر لازم نسوي صفوف والتعليم يكون مدمج يعني مثلا نص الصف أو ربع الصف أو 25% يون من 8 ل11 الصبح بعدين ساعة تعقيم بعدين الجزء الثاني وبعدين الجزء الثالث أو في دول أخرى سووا أسبوع جروب اللي هو 50% أو 25 وسبوع الثاني جروب مثلا في طبعا دول خليج بدأوا وخلصوا والبحرين وقطر والإمارات كلهم بدأوا مدارس حكومة وخاصة بالتعليم المدمج عندك في البحرين مثلا الأحد والأثنين ثلاثة تعقيم كامل الأربعة والخميس دوام كامل ونص ونص يون الصبح ونص يون العصر وعندك نفس ما قلتك أسبوع بسبوع وفي مدارس عدد صفها ثمانية ما معناته يقدرون يفتحون فهذه المبادرة ستعطي تعلم وتوعي أولياء الأمور والجهات المختصة فيه مليون خيار نحن نطالب يعطونا المرونة يعطونا الإرشادات الصحية نفس ما قلتك المطاعم عندهم الدوامات النوادي كلها عندهم ليش التعليم ليش التعليم صار آخر شي بعدين الكويت حاليا يعني الكل يقول الاقتصاد الاقتصاد أولا شون الاقتصاد بدون تعليم شلون نعم نحن ندري مدى أهمية التعليم وندري أنه بنهاية نقولها بالكويت حرقة قلوبكم ميت من فراغ لأن أنتم تشاهدون مستقبل ليس فقط عيالكم الله يحفظهم لكن تشاهدون بالنهاية بكل الأطفال تابعون يستفيدون يمكن في البداية كان الأمور فعلا وصلت للإكستريم حفاظا على صحة الجميع لأنه كان فيروس يديد بالنسبة لنا فإحنا كان لازم هذه الإجراءات تتم لأعلى مستويات الوقاية اليوم نحن قاعد نشوف أكيد في من مهتم وفي من يبي يسلط الضوء على مثل هذه الأمور قمنا نشوف أن لها أثر نفسية لم يكن يفكر أنه ممكن أنا أقعد في البيت مع أنه حماية لي لكن يؤثر نفسيا مو بس على الأم وعلى الأب وحتى على الأطفال قبل أختم معكم بثواني معدودة بشاير شكرا ودي أقول يعني ودي أصل للضوع على نقطة أنه إحنا وائد حاطين الفكرة أنه مترح نرجع هذا شيء مجهول ولا في أحد إحنا كأصحاب حضانات جهات رسمية ما قاعد توصلنا خطة واضحة ودنا نقول أنه يعني نبي يعني حركة عشان نتأمل للمستقبل الجانب الثاني لما يأتي الفاكسين لما قالوا أن ترجع الأمور لما يصير في فاكسين أطفال اللي أقل من 13 سنة شالوهم من الحسبة فشنو اللي راح يتغير لازال الموضوع اختيار وحق اختيار فإحنا ما يصير نضحي بعيالنا اللي أهم أساس دولتنا أهم اللي راح يرفعون دولتنا بالمستقبل يعني بمقابلنا ننطر شنو نعم أكيد خديجة أنا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صورة العلق فإحنا دولة الكويت دولة عربية ودولة مسلمة فالتعليم يعني حتى مذكور بالإسلام فللأسف بالكويت التعليم صار من مو موجود بالحسبة حتى إذا تقرون المرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية المرحلة الخامسة لم يذكر فيها عودة المدارس فليش صار التعليم مهمل هل لأن وهو صار ضغط على الأمهات والأمهات ما قاعد يتحجون وماكوا وزراء وزراء ونواب حاليا بالمجلس نعم ومشكورين يعني والاستضافتكم بالعكس احنا موجودين عشانكم مشاركة الهم كلنا نتشارك بالهم حتى لي ما عنده أطفال لأنه قلت كلمة ويد جميلة بشاير فعلا هذول الأطفال هم اللي راح يكونون باتر الشباب وهم اللي راح يكونون في المكان اللي راح يكونون صناع القرار فإحنا ما نبي نهمل احتياجاتهم من حق أنه يوصلون صوتهم وأنتم قاعد تصرون أصواتهم الأم مدرسة والأم يعني الجلة تحترق كل مدارس الحياة نتعلم دايما من الأمهات وإحنا ندري المسؤولية الآن تضاعفت عليكم لكن دايما قدها وقدود وما نبي نقول لأمهات عشان الأبهات لا يزعون حتى الأبهات أكيد الأبهات من بلا يشاركون بس الأم يعني تشتط أكثر طبعا كل أصوات أكيد وصلت ونتمنى إن شاء الله قريبا هذه الأمور كلها تكون واضحة بالنسبة لكم وكلها يصب في مصلحة أكيد عيالنا كل الشكر لكم شرفتونا كانت معنا خديجة الحرمي عضو مبادر التعليم أولا وبشاير لوهيب ناشطة تربوية وصاحبة حظان هي جديدة بإيجابياتها وسلبياتها يوم باليام رح تكون مجرد ذكرة نسول فيها إن شاء الله آمين كل الشكل لكم مشاهدين مستمرين ولا زال عندنا آخر لقاء في حلقة كويت اليوم لكن نخلكم معنا من بعد هذا الفاصل